الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة متوفيق الله عز وجل سج هذه الكلمة في التعقيب على الإبن الكريم وسيم بن يوسف ونحن في ليلة الثلاثين من شعبان لعام تسع وثلاثين واربعمائة ألف الموافق ليلة السالس عشر من الشهر الخامس لعام ثمانية عشر وألفين الأخ وسيم وفقه الله لكل خير بعد ما رددت عليه وطالبته بأن يبين لنا هل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان رحمهم الله عز وجل جميعا حتى الحي منهم هل هم تنوريون أو ظلاميون فأعرض عن الجواب عن هذا السؤال وسألته ما الفرق بينك وبين طارق السويدان هل هو خلاف سياسي ولا خلاف شرعي لأن طارق السويدان أيضا يقوى عن نفسه تنويري أو هو ظلامي انتظرنا منه الجواب لكن لم يجب وتكلمت على مسألة الفرق الناجية وأنه يعني قال أنهم حزب وتكلهم بكلام سيء والحمد لله تم الرد والتعقيب ثم أعرض عن كل ما ذكرته وسجلته بقارب 26 دقيقة غرد بتغريدة هذا نصها ما وضع اسمي لكن وضع جزء من مقطع السابق وقال بالتعليق الآن قال هذا الداعية يفتي بحرمة التكلم عن حكام قطر نسي الداعية دماء شهداء الإمارات والسعودية ونسي الداعية تحريض تنظيم الحمدين الإرهابي على الدول العربية ثم خرض لنا بهذه الفتوى هل وصلت أموال تنظيم الحمدين له فأصبح كل من يدافع عن وطني ضد تنظيم الحمدين يقع بالاسم والذنب وهذا الكلام في الحقيقة يعني مضحك مبكي أولا أنا ما افتيت يعني يعني الأخ وسيم أو الابن وسيم الله يحفظك يبارك فيك أنت جئت بكلامي ووضعته كلامي ما كان فتوى وتقول هذا الداعية يفتي ما افتيت ولا قلت حرام ولا قلت شيء أنا نصحتك نصيحة ألا تتكلم على الحكام وأنك تعظ الناس وتعمل لك برنامج ديني يليق بك هذا الذي نصحتك به لا تتكلم على حاكم قطر ولا غيره لأن كلامك على حاكم قطر أو غيره ليس بمجد وفيه مفسد حتى على حكام الإمارات لأن جرت العادة أنك إذا تكلم بهذه الطريقة سيخرج منهم من يتكلم على ولاة أمرك فأنت حينئذن بهذا الفعل تسيئ إلى ولاة أمرك فحماية لهذا قلت لك لا تتكلم وأخذ خط الوعظ والإرشاد وحضر لك كلمة وتكلم فيها بما أن الله عز وجل أكرمك ببرنامج ولك متابعون ولك مستمعون هذا هو الموضوع أنا تكلمت على أي حكام قطر ولا أي غيرهم لكن الله يهديك ويصلحك تقول يفتي بحرمة التكلم عن حكام قطر أنا أريد أن أوصل لك كلمة ينفعك الله بها وإن كنت ناصحا وصادقا ومحسنا إلى ولاة أمر الإمارات أن تتبع ما سأقول لك استمع يا أخ وسيم يا أبني وسيم حافظك الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر كبار أن يلعن الرجل والدي قال يا رسول الله أو يلعن الرجل والدي هذا كان عظيما عندهم قد اليوم يوجد من والعياذ بالله يلعن والدي لكن بعض من حضر النبي عليه الصلاة والسلام استنكر فقال أو يلعن الرجل والدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين ذلك كيف يتم قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وهكذا يا أبن وسيم إذا فعلت أنت وغيرك إذا تكلمت على حكام قطر ستثير من يتكلم على حكام الإمارات فيكون الحكام هم المشتومون وأنتم سلمتم من ذلك هذا خطأ أن أقول إسلك طريق الوعظ والتعليم وحظر الكلمة تنفع بها الناس ودع عنك هذا المجال مجال السياسة هذا مجال متقلب متغير قد كما قلت لك قد يصطلح الحكام وتبقى أنت يعني مسجل عليك كلام أنك شتمت وتكلمت واحتقرت هذا الذي وجهتك به لا أفتيت ولا حرمت ولا ميحزنون كما تشير فإن كنت مخلصا لولاة أمر الإمارات عليك أن تحفظ لسانك لأن إطلاق لسانك سيدي الكلام عليهم وهذا واضح اقرأ التعليقات وشوف لما أثيرت الفتن بين الجانبين أكثر ناس تشتمون الحكام هذا يقول حاكمكم فيه وفيه فيه هذا يقول حاكمكم فيه وفيه ما أنتم سببتوا هذا السبب كنت مخلصا لحاكمك وناصحا له فلا تثير الناس عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبار أن يلعن الرجل والدي قال وكيف يلعن الرجل والدي قال يسبوا أبا فيسبوا أبا ويسبوا أمة فيسبوا أمة وأنت هكذا تكلمت واحتقرت حاكم قطر ستثير الناس في الإعلام القطري ولا غيره ويسبوا حاكم الإمارات ما لك هو هذا ما لك هو السياسة وأنت إنسان يعني تدعي أنك إنسان شرعي وملتحي وبرنامج ديني ما أدري إش اسمه الإيمان ما أدري والله إش اسمه واحد الإيمان أو نحوه ذلك الكلمة هذا أين من الإيمان هذه مسألة اللي نصحتك بها يقول الأخ الإبن والسيم يقول نسيت داعية دماء شهداء الإمارات والسعودية ونسيت داعية تحريض تنظيم حمدين الإرهابي على الدول العربية ثم خردت لنا بهذا الفتوى أنا ما أفتت بشيء أصلا المهم لست في سياغ نسيت ولا تذكرت ولا تكلمت على هذا الموضوع أصلا ولا تدخل أنا في هذا المواضيع لكن هنا يقول يعرض تعريضا يقول هل وصلت أموال تنظيم الحمدين له يعني هذا التعريض هل وصلت استفهام ربما تقريري يعني قد وصلت هذا ما يليق بك يا ابن وسيم تعرض بالناس بهذا الطريقة إذا عندك بيّنة دليل فتكلم أما نصعق نصيعة وأقول لك لا تسب الفرقة الناجية ولا أقول لك لا تقول هذا الكلام ولا أن حرجت لما قلت لك هل الشيخ منباز تنويري ولا ظلامي ولا قلت لك ما الفر بينك و بين طارق سويدان تلجأ إلى أن تؤلف عليه هذا الكلام وتعرض علينا هل وصلت تنظيم الحمدين له إذا كان هذا مجرد سؤال فأنا أجيبك بكل صراحة لا لم يصل لي شيء و يدي نظيفة بحمد الله عزيزي ما أخذيت لا من الحمدين ولا من غيرهما والحمد لله رب العالمين لكن وصيك بتقوى الله عز وجل و أن تترفع عن هذا الأسلوب يعني أنا سمعتك كلمة سبحان الله فيها إسراف عظيم قلت فيها عندنا أكذب جماعتين وجدت على الساحة الإسلامية حزب الأخوان المسلمين يكذبون و يكذبون و يكذبون حتى يصدقون الكذب لمآربهم السياسية و عندنا حزب يسمى حزب الفرق الناجي هؤلاء يرون مفاتيح الجنة بأيديهم و من خالفهم ولو فقهيا أو فقها ظالمضل زنديق تقول معروفين ثم تقول توضيح الواضح لا يوضح كلاهم و يحسن الكذب و التلفير و الله بالنسبة لي احتاج إلى توضيح إذا كان عندك تستطيع أن تسمي لناس زعموا أن مفاتيح الجنة بأيديهم فسمهم لنا أما توضيح الواضح لا يحتاج إلى توضيح لا يحتاج توضيح إذا ما علمنا أحد في الساحة من من ينتسب إلى الإسلام و السنة يقوم مفاتيح الجنة بيدي و اللي خالفني فقهيا ظالمضل زنديق يوجد هذا إذا يوجد سمهم لنا أما الإسراف بهذا اتهام ما يجوز ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العديد احنا بلغنا بلغنا هكذا أن الخميني يقول عنده مفاتيح الجنة و يحط يعلقها برقاب الجيش الإيراني في أيام حرب الإيرانية العراقية أما الناس أهل سنة قال مفاتيح الجنة بأيدينا و اللي خالفنا ولو فقهيا ظالمضل زنديق أين هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فليس بغريب أنك إذا قلت بهذا القذف اللي قذفت الفرقة الناجية وتظن منهم حز معين أنت كما ظنيت و أنا بيّنت في الكلمة السابقة فليس بغريب أن تأتي وتعرض وتقول هل وصلت أموال تنظيم الحمدين له أكل هذا الاتهام والتعريض لأني نصحتك أنك أترك هذه السياسة والتزم ببرنامجك الديني أليق بك يا ابني الكريم يقول فأصبح كل من يدافع عن وطنه ضد تنظيم الحمدين يقع بالإسم والذنب من أين لك هذا ما قلت أنا هذا الكلام ولا نحاول لتنظيم الحمدين ولا غيرهم ولعلمك يعني نحن في البلاد هنا في بلادنا الكويت من أكثر ناس من أكثر من تضرر يعني على مستوى الخليج وأسبق من تضرر على مستوى الخليج من قناة الجزيرة الكويت إلى الآن عنواني فكيف تجعلني والله أنا اللي ما أخذ فلوس وإلا أني أنا أقول لحد يدافع عن وطنه هذا ما يلق بك بارك الله فيك عليك ابتقى والله عز وجل وأنت مقبل على رمضان أنا نصحك نصيحة لوجه الله تعالى تلتزم في برنامجك الإيماني على قال الله قال رسوله أوعوذ وعلم حتى ما جاء الفتاوى أتركه ما يلق بك ما تستطيع تفتي بعدين أسرار الناس تتصفيك نساء وشباب تأخذ اسمه وتكلم عن أمورها الشخصية وخلاف الزوجية ما يجوز الناس بيوتها أسرار حافظ أسرار الناس أترك الاتصالات هذه لا تفتي أنت لست على المقدار يعني ومستوى الفتوى حضر الكلمة مفيدة في رمضان وغير رمضان في كل مناسبة تجي شرعية وتكلف بيها دع عنك الاتصالات والفتوى وأنت لا تحسنها ودع عنك الكلام بالسياسة فأنت لست من رجال السياسة هذا الذي أحببت أن أنصحك به يا ابني وأنصح كل من يتابعك وما زلت أن تضر الجواب على السؤالين وهما هل الشيخ منباز والشيخ الألباني والشيخ من الثمين والشيخ الفوزان تنويريون على ما أنت عليه أم ظلاميون السؤال الثاني ما الفرق بينك وبين طارق السويدان إن كنت مختلف عنه فخلافك شرعي ولا سياسي لأنه هو تنويري يقول عن نفسه وإنت تقول تنويري عطنا ما الفرق بينكما وفغك الله يا ابني وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آل وصحبه أجمعين